اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل حوار الرئيسي النهاردة في اخر النهار واللي نوهنا لحضراتكم عليه من امبارح في قيمة الحقيقة احنا بنعتز بيها بخلاف الصداقة الحميمة اللي بتجمعني بشخصه لكن هو الحقيقة شخص له تأثير مهم في تشكيل وجدان المصريين لسنوات طويلة جدا هو واحد من اهم كوكبة النخبة المصرية المثقفة لسنوات طويلة وكمان المساهم كثيرا في رد مظالم وفي كشف فساد وفي توضيح حقائق فكرة استخدام الكاتب او المثقف او الشاعر او 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 لفكره في توعية وتنمية المجتمع هو ضد دور الاساسي اللي مكلف بيه اي حد صاحب فكر وانا اتحدث هنا عن مش اي فكر فكر موزون كاتبنا وشعرنا الكبير وستر جمال بخيط في ضيفتنا في اخر النهار مساء الفلة وستر جمال اهلا مساء الجمالة تامروا الف شكرة على المقدمة لا انت تستهيلها واكتر منها طبعا انت عارف قيمتك عندنا وعند المصرين كلهم الله يخليك اخبارك ايه والله بخير كويس كورونا عدت عليك ازاي والله يعني عدت علي بحالة تأمل وحالة كتابة برضو كتابة اه طبعا ما عدتش عليك بحالة رعب لا 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 بالامانة يعني انا اه يعني اه رغم انت دخل علي بالكمامة اه مهودة لانه الاجراءات الاحترازية الواحد المفروض يحترمها صح عشان ما كانش عشان نفسي فعشان الاخرين صحيح صحيح انما الحقيقة هو الواحد يعني طبعا اسباب الموت موجودة طول الوقت في الحياة والواحد بيتصرب واحنا عندنا شيء كده برضو قدري وشيء ايماني وشيء وخبا لكنه اينما تكونوا يدرككم الموت يدرككم الموت ولو كنتم في مروج المشيدة صحيح فبالتالي فكرة الرعب من الموت ما هيش يعني صحيح عن الحقيقة تماما اه انما فكرة انه التأمل بقى في حالنا في امكانياتنا في مواجهة مثل هذه الظروف في امكانيات مصر كدولة في مصر اتصرفت ازاي وخبالك نجحت في ايه او نجحنا في ايه وما نجحناش في ايه ولما بقول مصر يعني بقصد الكل يعني طبع طبع الحكومة والناس والشعب ويعني واستوقفني الحقيقة جملة حتى صارت يعني اتغذت كتير اللي هو احنا بنراهن على وعي الناس ايه وخبالك البعض قالك احنا بعد كده نراهن على وعي الكورونا نفسه الكورونا نفسه يعني المصريين طبعا ما لهمش حل في الموضوع في الهزار والنكت والإنفهات ما حصلوش إنما الحقيقة هي يعني فعلا مسألة في غاية الأهمية إنه في مواجهة أي أخطار من أي نوع في مواجهة تحدي التقدم تحدي الخروج من أي تخلف والانتقال إلى أي تقدم أنت محتاج الوعي صح يعني كلمة وعي الناس دي أنت اختصرت بيها هي عنوان كبير جدا إن هي تقالت كده يعني واختبالك مصبوط في تصريح لأحد كبار المسؤولين إنما الحقيقة جات على الجرح مصبوط خلي عندك وعي ايه واقع بكذة كانت جدا خلي عندك وعي وعي بكذة واختبالك فهو الحقيقة يعني كورونا أهيه يعني أحنا طول الوقت عملين نقول يا جماعة قضية الوعي يا جماعة أما أنت عايز تحارب الإرهاب واختبالك أو قضية وعي صح عايز توقف تجنيد إرهابيين قضية وعي اللي بيجند لهذا مش عايز أقول الفكر لهذا التشوه الفكري المجند لهذا التشوه الفكري هو لو عنده وعي ما كانش تم تجنيده مرافو عليك جدا صح جدا فبالتالي قضيتنا الأولى دلوقتي هي الوعي طيب ثانية واحدة بس عشان ما يبقاش بتنبي الكرة بس عندنا تعرف انا احب باصي يعني عشان ماخليش من المسؤولية الاعلام طبعا احنا مسؤولين جدا وحضرتك كمتقف وكاتب مسؤولين جدا يبدو يا أستاذ جمال ان احنا أسرنا في تشكيل وعي الناس او في زيادة وعي الناس او في رفع منسوب وعي الناس علشان لما نقول ان في بعض المشاكل عند بعض مش هقول كل عند بعض الناس اللي بيخليهم يجندوا ويقتنعوا بالفكر المشوى او يتغسل لهم دماغهم او الناس تضرب عرض الحائط بالتحذيرات بتاعت كورونا ومش عارف ايه او ما يبقاش فاهميني التهديدات اللي بتواجه بلدنا دلوقتي ومش عارف ايه ايبا ده مشكلة في الوعي احنا المسؤولين عن الوعي احنا وغيرنا طيب عشان بس ما يبقاش لوحدنا لبسين الاساور يعني ما لبست لبسينها القضيح ايه لا خلينا اقولك على حاجة هو صناعة الوعي في اي مجتمع هي صناعة فقيلة صح بمعنى انه صناعات فقيلة عادة في كل دول العالم تقوم بها الدولة لا ليها علاقة باشتراكية ولا رأسمالية ولا وخبالك ولا بوزية ولا اسلام ملاش علاقة بمدرسة من مدارس دي اه وملاش علاقة اه لكن دولة دولة صناعة الوعي امع انت انت المواطن ده هو منتج الدولة الاول كويس اللي تخرج منه كل المنتجات يعني انت انت بتنتج مواطن ها عايز تكسب به ميداليا زهبية في العام القوة كاس العام للمواطنين وخبالك كاس العام للمواطنين بالزبط تمام بتنتج مواطن عايزه لما يشوف مشكلة في الآلة اللي هو بيشتغل عليها يفكر في حل المشكلة دي تمام ازاي يطور الآلة تمام لما يلاقي مشكلة ما يفكر ازاي علميا في حلها مثلا يعني حلو فدي صناعة وخبالك لا انا انا عجبني اول مصطلح انه وعي المواطن صناعة الدولة صناعة الدولة احنا ادوات عند الدولة كويس احنا هنا اللي هما المفكرين الادباء وزارة التربية والتعليم وزارة الثقافة الاعلاميين كل دول لازم بقى فيه عقل وخبالك مدبر الدولة بكل يعني ما تعملوك بكل امكانياتها لازم تبقى حط نصب اعينها وخبالك انا عايز اطلع مواطن منتج شكله ايه شكله عامل ازاي وخبالك مواطن ملقن تابع هيطلع كده مواطن عنده العقل الناقض العقل الواعي وخبالك هيطلع كده صح صح انا من اكتر حاجات اللي بتسعدني في هذه المرحلة فكرة تطور التعليم طبعا ان احنا بدأنا وخبالك يعني ان تأتي زي ما بيقولوا وخبالك ان تأتي متأخرا احسن من انك مجدش خالص وخبالك فاحنا بدأنا في ملف تم اهضاره وده حجر الاساس في صناعة الوعي الصناعة الثقيلة ملف تم اهضاره لسنوات طويلة عشرة السنين صح خبالك صح او تم اهماله لعشرات السنين اللي هي كان بتوصل او بتوصل لانه طالب ماجستير ودكتوراه بيغلط الاملة يعني ايس بقى وخبالك ايس على ده صح يعني مش معقول فالنهاردة انه انه ده بالاضافة طبعا لأسلوب التعليم القائم على الصم والحفظ والدش مش على الأسلوب العلمي في التفكير والنقد والحوار على التلقين صحيح انا قلت قبل كده قلت ان احنا بيت عندك فاصل ولا حاجة انا معديش حاجة طالب انا جاي فاضي النهارة انا قلت قبل كده اه انه اه ال 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 الاخواني او كل هذه الطيرات اللي هي خرجت من من عباية الاخواني يعني اه قائمة على انه على ما قولت انه انت تابع للمرشد بتاعك او للشيخ بتاعك او للامير الجماعة بتاعك اي كالجثة في بين يدي المغسل صح هم بيستخدموا حتى المصطلح ده بيستخدمون كده بالظبط نظر انا ازهم انه لعشرات السنين الطالب المصري بين يدي وضع المنهج كالجثة في يد المغسل او انت مش الحقك تفكر صح حتى التعبير انا هديك العناصر يعني انا هديك عناصر موضوع التعبير نوع تعبير يعني عن الزات حاجة ذاتية جدا حاجة ذاتية جدا انا لبديك العنوان وبدديك العناصر انا هديك العناصر وبعدين اللي موجود في الكتاب مفيش حاجة اسمها الكلام ده بقى من ابتدائي لحد الجامعة مزبوط لحد متخرج من الجامعة مفيش حاجة اسمها من حضرتك اصل وجهة نظر يا دكتور نعم وجهة نظرك وانت هتفهم اكتر مني انت هتبقى لك وجهة نظر لا انا مقدم لك الموضوع واخبى لك المنهج الكتاب انت بس تكتب فتحفظ وتصم وتتلقى وبالتالي سهل بقى هنا بقى ده مواطن انت حطيته على السكة بس انت خلاص انت قلت له اي عايز تعمل اي حاجة في حياتك قالو يا فضلت الشيخ ادخل الجامعة ما انتهى ما هو فقد قدرته على التمييز او التفكير ادخل الجامعة برجل اليمين ولا برجل الشمال وهو اخذها قضية كبيرة واخبالك صحيح مش معقولة يا جماعة مش لو تسمع الاسئلة اللي بيسألوها تقول ايه الناس فقدة فكرة التفكير او التمييز او القدرة وبعدين هي معلومات بسيطة ان ما سلطلهاش بعقلك وبجدانك سهل انك تحصل عليها من اي مصدر من كتاب يا سيد حتى فكرة البحث عن المعلومة اه كان قبشل مش متاح مش موجود عند الناس فكرة انها نبحث ودور واخبالك لذلك انا عجبني يعني يعني كلام الدكتور طارق شوقي واخبالك وزير التربية والتعليم كلامه في الجانب ده مهم جدا واتمنى انه التطبيق يعني احنا شايفين مؤشرات جيدة والحمد لله نظام السنوار بحراك قلت الجملة الصح اه احنا ابتدنا المشوار المصبوط بالزبط اخرنا في كتير بس على القال دلوقتي بدأنا بس انا شايف ان حراك منكز اوى يا سيد جبال على التعليم رغم انه طبعا هو حجر الاساس بس في مصادر كتير تانية تشكيل الوعي منها جزء الحراك تفضلت فيه من شوية وخطاب الديني اه طبعا سواء المسيحي او الاسلامي برضو كان فيه نوع من انواع المشي عايزة انت عايف كلام في الدين حساس شوية بس كان فيه نوع من انواع الكهنوتية اه صحيح ان برضو انا بطلع ومازال مش كان اه يعني اه في جزء كبير منه برضو عشان ما نعممش اه بطلع اه عابد اه في دجازة التعبير يعني او معطنق ديانة اه برضو اه لا يفكر اه ولا يميز اه ومعندوش قدرة على الاختيار اه ومعندوش حاجة بدا يقول بس سمعا وطع او حاضر او امين اه طيب ممكن اقولك ان دي مشكلة ناتجة عن المشكلة الاولى برضو اه طبعا ليه ما احنا قلنا وهو انت شكلت اه وهو انت الخطاب انا دايما اقول ما تقوليش تجديد الخطاب الديني اه لا اقولي استحضار الخطاب التنويري كويس استحضار الخطاب العلمي استحضار قيم التفكير استحضار قيم العقل استحضار قيم النقد انت لما تربيلي اه طفل ها على انه اه دور المرأة مهمة في المجتمع مش هيسمع لحد يقوله لا الست دي ما دورها تقعد في البيت صح فانت هنا لما غابت دور التنويري لما غاب الخطاب التنويري سهلت سهلت مهمة الاخ وخبالك اللي بيلقنه صح صح كويس مزبوط لما تقوله ان الوطن قيمة كبيرة وقيمة تكاد تكون اعظم قيمة في الحياة وخبالك لان الوطن ده اللي بيداخله بتسع حتى امانك وحتى دينك انت محتاج وطن قوي عشان تعرف تمارس فيش عائر دينك بحرية وخبالك لا انت لما ما دتلوش ما اللازي يعنيه الوطن ها فبقى سهل ان واحد يقوله ده الحفل الطراب عفل وحد تاني يقوله تزف في الوطن ويصدقه صح صح او يتبعه وخبالك وتلاقي ناس بتقولك لا ده انا تركيا دولة اسلامية والخليفة يعني ماهو التخريف دي كلها اللي موجودة وللأسف انها يعني مش بس المسيسين يعني مش بس اعضاء التنظيمات دي لا بقيتش ناس في المجتمع صح وخبالك ماهو ما سمعتش البديل للصح لانه ما عندهاش البتائل مصبو فهنا انا بقول يعني انا مش عايز افضل واقف عند غيرولنا الخطاب الديني لو سمحتوا غيروا الخطاب الديني نرجوكم غيروا يا عم استحضر وخبالك صح الخطاب الفكري والخطاب الانساني لو دول استحضرتوهم وديتهم دورهم ومكانتهم في الحياة على فكرة لن يخالفوا الخطاب الديني اللي انت عايزه نظبو لن يخالفوا الخطاب الديني الحقيقي انت لو استخدمت عقلك صح انت كده في الدين هتوصل لربنا صح انت خلاص انت كده بتدفز في صلب الدين في صلب الدين اللي هو افلا يتفكرون افلا يتدبرون افلا يتدبرون ما كل ده موجود في الدين واختبالك صح جدا لما تربي ما انت كل ده بتكلم على الزرعة اه طبعا شكل الزرعة انت بتزرحه عامل ازاي اه بالزبط انا عايز ايه يبقى التعليم زي ما قلنا لانه ده واختبالك التعليم في الصغر اه والخطاب الديني في الصغر عامل ازاي اه كمان اه الخطاب التنويري زي ما والانساني اه خطاب الديني اه استحضار الخطاب التنويري بالزبط واختبالك ثم ييجي دور الفضاء العام اللي هو الثقافة والفن والاعلام و و و كل مؤسسات الدولة صح واختبالك وزارة البحث العلمي يعني هنا انا سبت بقى اللي بيتعلموا دول يتعلموا انا بستني اللي داخل كيش جوان دلوقتي مستني بعد عشرين سنة مصبور بس مش هستنى المجتمع يضيع مني يضيع مني او لعشرين سنة دول هعمل فيهم ايه ثم انه صح ثم انه يا تامر اه لو انا اه خط ال الولاد اللي جبنا المدارس اليابانية مم فكرة عظيمة جدا تمام هيخشوا الولاد دول جوه المدرسة اليابانية يتعلموا انهم ينظفوا هم نفسهم اللي يعملوا عملية التنظيف صح فهيبقى محافظ على انه مايرميش ورقة ايه قيمة اجتماعية هي وخبالك مهمة جدا لو خرج بر المدرسة لقى على الناصية كوم زبالة يبقى انا بوست كل ولا الياباني بقى ولا الالماني ولا ولا اي حاجة عدك حق اتفاهمني يبقى هنا انا محتاج نوع اخر من التعليم للمجتمع دي اللي بتقوم به الثقافة وبيقوم به الفن بس ما تقلينا عشان برضو في حالة الصراح حبوب الشجاعة اللي احنا واخدينها دي يا استاذ جمال احنا اللي طالما تكلمنا بقى عن دور الثقافة والاعلام والكل اللي علاقة بالقوى النعمة اللي بتأثر في وجدان الناس وتنشئيتهم وتربيتهم كمان حقيقة انا عندي ملحوظة ومش عادة حاجة توافقني فيها ولا انه قوى النعمة دي في فترة مهمة اللي هي نهاية السبعينات وبداية التمانينات اه مجرد ما تزعل مني لا لا والله مش عزيز كان لها دور سلبي اه في تشكيل وجدان اجيال اللي هما دلوقتي رجال كبار وبتاع تأسيس التأسيس الخاطئ من وجهة نظري ساعتها اه زي مجموعة مثلا من الافلام اللي اتعاملت محمود ياسين كان زبال اه انتبهوا ايوها السادة انتبهوا ايوها السادة اه زبال جاهل مع كامل احترام لمهنة زبالة كان مكلم عن الجاهل اه جاهل واحسين فهمي دكتور في الجامعة اه بمثل قيمة العلم اه وكانوا بيتنفسوا على اعتقد مش عارف مديحة كامل او وكذا خاطب كذا ده فقيل ومش لقياكل اه ومرتبهم بيكفهوش ومش عارف يتجوز اه اه ان حسين فهمي الجنم اه ومديحة كامل اتجوزت محمود ياسين الجاهل عشان معه فلوس اه انت شايف ان ده اه ايه اه ده كان دور سلبي طبعا لا 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 مختلف كمل وجهة نظرك تمام عشان هرد عليك برافو عليك اه انا ليه شايفه دور سلبي اه لانه اولا انت عايشتني ساعتين وانت عارف الحالة الوجدانية اللي بيخش فيها كل واحد فينا انا متفرج على فيلم بان نعيش جوه الفيلم طبعا انت عايشتني ساعتين من الحالة دي اه حتى انا وانا متفرج عليها بنظرة نقدية دلوقتي قلت طب كان لازم نهاية الفيلم اه يرسي المسج اه ان يبقى العلم علم اه هو بس استخدم المسج في العنوان بتاع الفيلم اللي مجاش جوه الفيلم اه لو انتبه بأم السادة اه لكن قال لي وانا شاب صغير انا متفرج على الفيلم لما طلعوا الساس جمال قال لي انتبه يا تامر انت في النهاية عايز تبقى سعيد ولا عايز تتجنن عايز تنول هدفك وخطبتك لتنحبها ولا عايز تتلحس وتمشي لابس القميز بالعكس في الشارع اختار فانا اخترت محمود ياسين اه اللي هو جسد الجهل مع الفلوس والعلم مع الفقر سيبته اه يبقى هيد المسج زي لاجاتلي وانا شاب ولسه وعي ما كانش مكتمل اه طيب انا ليا وجهة نظر تاني تفضل انه هو اه على فكرة ده كان فيه منه كتير الحكاة دي اه اه وقتها اللي طلع المثل بتاع الجنيغ غلب الكرنيه اه طبعا كل الثقافة اللي طلعت اه اه نشأت اجيال عليها طيب انا بقى على العكس تفضل انا شايف انه اه الواقع ده اللي هي تقديم قيم المادة والفهلاوة والااا وهات القرش من الهوى ومعاك جنيه تسوى جنيه ايوه واخد بالك ومعاك دولار تسوى دولار ومعاك يعني ان القيم اللي هي هجمت اه مع انفتاح السدحم داح ايوه هجمت على قيم كانت موجودة في المجتمع قبل كده صح منها قيمة العلم وقيمة العمل وقيمة المساواة بين الرجل والمرأة واخد بالك قيم كتير قوي كانت موجودة برضو في الفن اللي كان بيبشر بها اللي عارفها ابويا اللي ما عارفش رويكت صح هو عارف قيمة العلم من الافلام ومن السينما ده انت زمان اربعينات وخمسينات وستينات واخد بالك هو عارف قيمة العلم من الاغنية ومن السينما واخد بالك الراجل عبد المطلب قال لك ايه قلت لابوك عليك وقال لي خلي المهرف جيبك خلي ده انت جارينا وجوه عنينا وقلبك والله علينا تمالي يا سلام طب عايز اقول لك على معلومة اه ان الشعر اللي كتب الاغنية دي من الزقزيق اه ربنا يدي له الصحة وطلط العمر ده موقف اللي حصل له في حياته اه اوكي وهو طالب راح يخطب فحصل كده وهو طالب يتيم يا حبيبي واخد بالك راح يخطب اه بنت الجرام اللي هم عارفينه وعارفين ظروفه تمام واخد بالك وقال لا بوه قال له اتعارف انا معاديش حاجة بس انا بحبها وعايز اتجوزها قال له مهرها شهدت تخرجك من الجامعة يا سلام على فكرة يا ساس جمال انت قلتني انا مختلف معاك وجيتك عملت ختم النصر على كلامي لا 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 ازاي اسمعني بقى من هقولك ازاي انا مختلف ازاي انا مختلف ازاي انا مختلف ازاي لا انا هقولك انا مختلف كان بيطلع في فيلم مش عارف ايه الموظف المحترم فييجي خطيب لبنته يقول له انت شهدتك ايه يقول له لا معايش قال له لا انا لازم اجوز بنتي لشهادة اللي دلوقتي ما انا نتاري عليها يقول لك الشهادة دي تتعلق على الحيطة ما انا نستازل يقول له لا شهادتك يعني علمك يعني قمتك طب اخ ابتدي بقى اشرح لك اختلافي فيلم يلا بيلم لما حصل انفتاح السادة ملاح حصل انقلاب مش في الفن الاول حصل انقلاب في الواقع حصل انقلاب في الواقع بقى مع ظهور الطفرة النفطية وخبالك في البلاد المحيطة وصفر بعض المهن وخبالك وانها اللي منهم هنا بقى عزيز قوي وخبالك طبعا فبقى اجر مع احترامي لكل المهن اللي هنذكرها دلوقتي وخبالك ولحقها في الحياة وفي التطور وفي الكسب وفي العمل طبعا كويس بس حصل انقلاب في الهرم الاجتماعي مظبوط فبقى السباك راكب عربية واستاذ الجامعة بيروح الجامعة بالاوتوبيس وخبالك هنا هنا كان فيه دور غائب الدور اللي يعمل التوازن تمام بين اه انا عايز السباك يكسب يكسب وخبالك بس مينفعش باستاذ الجامعة وبالك شحات مش لقياك صح ومش لقياك صح كويس الدور اللي فيه توازن ده واصبح عندنا بقى ايه فاييفة مش فاهم فبالتالي ايوا طلع الفن يقول ايه انتبهوا ايها السادة يا فندم ده العنوان لا 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 اسم الفيلم ما هو بيقولك ما هو بيقولك ما هو العنوان انه خدوا لكو فيه جريمة اللي هي نهاية الفيلم اللي مش عاكباك ايوا ده فيه جريمة بتحصل في الواقع دلوقتي ها وبقى فعلا اللي جاي انا فاهم هنا عارف عشان انت الزر كده عشان انت شاعر اه عارف اللي هو فكرة المعنى في بط الشعر لا لا مش بط الشعر يا رئيس صلى على النبي بس بالراحة بالراحة علي هو دلوقتي لما احنا بنتكلم على فيلم مثلا بتاع بوجرم فيلم مثلا زي بتاع واحد افلام محمد ربضان اللي هو القلب الاسد ولا الالماني اللي هو فيه بلطجي ومش عاكب ايه وكذا فلما ننتقد الفيلم او ننتقد صناع الفيلم او مخرج الفيلم فهنقول له يا ابني انت ساعتين الواد عمال يكسر وطلع سبع البريم والبلد بتحبه عشان هو البلطجي بتاع الحرة وهو اللي مش عاكب ايه قال لك معلش بس شوفوا المسجر في اخر الفيلم ان العدالة كانت مجراها والقانون اتطبق ودخل السجن وتعدم ومش عاكب ايه حتى دي ما حصلتش في الفيلم تخيل انت لو الفيلم انتهى ومحمد ربضان اللي هو كان بيمثل دور البلطجي بقى هو الايكون ونجح وبقى نجم النجوم طيب ما انت بتقول للشباب عايز تبقى زي ده اعمل كده بص المشهد اللي معمول في نهاية فيلم انتبه يا سلام لا اللي مشهد المعمول في نهاية فيلم البلطجة ده مشهد للرقابة واخب بالك ده معمول للرقابة وخلاص هو قال لك طول الفيلم انا مازك مطف ووص عريان واخب بالك واي حد يقبني واخب بالك كويس فمش ده الموضوع لا ده مشهد معمول للرقابة مش عارف يا سلام انما 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 القيمة الرؤية الفكرية لصناع فيلم جد واخب بالك زي انتبه ايها السادة الفكرة فيلم حلو جدا اه لا ما انا بقولك بس لو قيمته كتأثير تقلق لا لا هو كان انا خايف من النسبة الكبيرة تعرف ده عامل زي ايه زي زرقاء اليمامة اللي شافت واخب بالك المستقبل هيحصل في ايه يا جماعة الشجر بيتحرك شجر اللي بيتحرك طلع الاعداء وناموا قابلتها نامت واخب بالك طلع الاعداء مستخبيين ورا شجر هي اللي بتشوف بعيد هم ما بيشوفوش واخب بالك الفنان هنا والكاتب والأديب والسيناريست يعني ما خادش تعمل بشكل مختلف لا 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 هو عايز يقول لك رسالة صادمة عايز واحد بيهز بيفوأك بيهز المجتمع قد بالك انتبه ثانية واحد عجبتنا يا أستاذ جمال الله والله لا أنا اللعبة الحلوة تعجب الله يخليك طب قديك اللي هتقل منها اتفضل كلمني عن مدرسة المشغبين اه بس خلاص السؤال خلص طي ما ما ايه لا أنا مش مع كامل الاحترام للقامات الفنية العظيمة اللي فيها ما هي دي لكن أنا بتكلم على مصرحية اه دحكتنا اه بسبب الخروج عن كل الاداب والاخلاقيات بتاعت الطلبة صحيح في التعامل مع الأستاذ او مع نظر المدرسة كويس كلها كويس كلها تكسير للحاجات اللي تربنا عليها طي يبقى هنا هنرجع لأنه الأدوار اه في صناعة الوجدان ها أدوار متكاملة صح كويس متفقين فالأدوار المتكاملة دي كله أحد يقوم بدور أنا قلت لك قبل كده انه انه كل المبدعين دول اه أدوات في يد الصناعة السقيلة وخبالك طبعا أنا بس مش عايز حد يتحسس من كلمة انه ان احنا أدوات في يد وخبالك احنا قلنا بأدوار كأفراد اه أنا هنا متفق معك مش منظومة مش منظومة ام انت قاعد تقول وقاعد تنبح في حسك وقاعد تنبح في صوتك وخبالك هنا عندك حق تماما طيب محدش بقى خد باللي انت قلت ام تفاهمني طب انا قلت من كام صح أنا قلت من 40 سنة قصيدة اسمها نعي الجنيه من 40 سنة من 40 سنة اوف قصيدة اسمها نعي الجنيه طب محدش سمع كلام لا هو الوحيد اللي سمع كلامك الجنيه الجنيه نفسه الجنيه نفسه سمع كلامك وروح اتوفى تفاهمني فهنا انا مش مضرب مسأل بنفسي اصلاح في الله العظيم بس انا بقول كل عندك حق كل الأدباء والفنانين اللي بيقوله الستاذ جمال ده في منتهى الدقة والصحة ليه مهما كان عندك مش عشرات مئات او ربما آلاف المثقفين والإعلامين والفنانين ويل 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 وهم مشكلة كده بس كل واحد بيعزف لوحده حيطلع نغم نشاز نشاز بالزبط لان ما فيش سيمفونية بتجمعهم قلت من اكتر من تلاتين سنة قلت لم الشام لبلاش تفكيكة ياللي بتلعب بالبلوتيكة عايز تاكل كل من قمحك عايز تعزف اعزف سيكة ارضك واحدة وربك واحد لا تروح روسيا ولا امريكا وافهم بقى ربي يخليك الله حد فهم وخبالك فهمنا بس متأخر متأخر او يعني فهمنا بقى دلوقتي اطبق اكلام ده واخبالك انما انا بقول عايز تاكل كل من قمحك لا ده احنا بطلنا زراعة القمح وباننا نزرع كنتلوب وعشان مش عارف نعمل ايه بالكنتلوب مش عارف هنصدر ايه وفراولة عشان الفراولة وبعدين نستورد القمح فلما نستورد القمح نجيبه قمحة اسوأ انواع القمحة في العالم قمحة مصرطن واخبالك فلما يكون مش سامع كلامي انا هعمل انا قلت انا رسالتي صح رسالة الاخرين بس عشان اقول لازم حد يسمع انا مش وانا مش منافذ صح واخبالك فلازم في هنا الدور المتكامل المجتمع ككل لازم يشارك وبعدين الحقيقة احنا يا تامر واقسم بالله العظيم سابق في ظروف سابقة كانت تستخدم كلمة الاخطار اللي حوالينا كانت تستخدم عشان تخدير الناس لنظرية المؤامرة اه بس اقسم بالله العظيم احنا فترة من اصعب فترات التاريخ المصري مصر تواجه اخطار من اصعب ما مر بها في تاريخها مش مصر الوحدها المنطقة كلها احنا شايفين بعننا دول دول لم يكن من الممكن ان نتصور انها ستسقط في اسوأ كوابسنا صح وسقطت وسقطت العراق النهاردة تركيا عملة تضرب في العراق والعراق يعني ايران بتضرب وتركيا بتضرب وامريكا بتضرب والعراق دا اللي هو نصف التاريخ العربي والاسلامي العراق دا اللي المواطن العراقي دا الشعب العراقي من اعظم الشعوب صحيح ثقافة وعلم وقدرة وخبالك وكل حاجة ومواهب وشيء عظيم النهاردة احنا شايفين بعننا ما اللازي وداعش وخبالك يعني لا احنا شايفين بعننا يا جماعة شايفين ليبيا على حدودنا شايفين سوريا ها اللي فيها الجيش الاول انت عندك هنا الجيش التاني والتالت عشان الجيش الاول هو الجيش السوري الجيش السوري اللي هو الجيش الاول دا احنا شفناه بيتضمر صح وخبا شفنا اسرائيل بتتفسح في سماء سوريا ف ف ف انا مش بتكلم بقى هنا عن مصر لوحدها لا دا المنطقة كلها كان بعدها عن البقاء الوجود المجرد الحفاظ على وجود الدولة وخبالك فحد سياته اصبح هدف عظيم فما بالك صح بباقي الواجبات احسن فاحنا من باب اولى وخبالك انه ومع ذلك انا اشوف نقاط كبيرة جدا للتفاؤل يعني شايف عمل في كل حتة في مصر وشايف وشايف محاولات استرداد مساحة مصر من الفراغ احنا عندنا المساحة المقهولة المصطلح دا طبعا استرداد مساحة مصر من الفراغ صح احنا عندنا المساحة المقهولة من مصر كانت 7% 7% احنا عايزين نوصلها الـ 15% عشان بعد كده بقى تنطلق لـ 20 و 30 و 40 الباقي بقيت 93% فراغ وخبالك النهاردة دا فكر عظيم جدا ورائع جدا وخبالك انك انت بتحاول المدن اللي بتتبني دي اكتر حاجة يا سيد جمال في اللي حاجة بتشير اليه هو انه الحالة الجديدة او العصر الجديد اللي احنا فيه دا في تكسير لمعظم التبوهات يعني تبوه انه كله لازم يتجمع في الشريط دا وان الخير كله جنب الشريط دا مفيش غيره انه سينة لازم تفضل ارض صحرة كده علشان مش عاب فيها تهديدات فالاول مرة يبقى فيه انفاء ويبقى فيه تفكير في تعميل سينة بجد وان هو دا امان سينة مش السلاح اه طبعا ففيه تبوهات كتير بتتكسر الايام دي هي دي من رأيينا المتواضع طبعا عايز اقولك على حاجة فضل اه الكلام دا كله كان محطوط وكله كانت بتنادي بالصحافة وكانوا بينادوا بيه المفكرين لعشرات السنين اخيب بالك والخروج من الودد دا انا من يوم ما تعلمت قرية وأنا مع اره جاف صيفا دافئ ممتق شداء اخيب بالك الخروج من الودد دا لما انا اشتغلت في الكتابة بقى كصحفي ابتدت انا اكتب يا جماعة عايزين نخرج من الوقت الدي النهاردة لما نيجي نخرج من الوقت الدي تلقي الان سؤال لك احنا رحيل عاصمة ايه اللي احنا بنعملها ومدينة ايه اللي احنا بنعملها وايه اللي واخب ملك يا جماعة في ايه يا جماعة يا جماعة مش كده ده احنا لازم نعمل كده ولازم نعمل كأد اللي بيتعامل ده عميحتاجين قدي محتاجين النمط ده مع الايقاع ده محتاجينهم يستمروا 30-40 سنة لقدام ايه كل حاكم ييجي مصر واخبالك يبقى حاطط الهدف ده انه ماينفعش تفضل مساحة مصر دي مجرد سحراء قاحلة ومهضرة كده ومهضرة لانه ده جزء فيه احنا درسنا في كلية الاعلام مادة اسمها الجغرافية السياسية يعني قوة عناصر قوة الدولة من ضمنها عدد السكان ومن ضمنها المساحة وتوزيع السكان ده على المساحة بالضبط انت لا وانت بالمنطق يعني انت عندك مساحة مليون كيلو متر مربع عايش في سبعة في المية منهم يبقى انت قنتك السبعة في المية انت زيك زي دول قد كده دول قد كده صح كل ما فيهم من خيرات انت مش مستفيد اي حاجة منهم وكلنا بنتخاني على حتة قد كده حتة قد كده انا اكتشفتها متأخرا بس في الفترة الاخيرة انه مكرس جزء جميل من وقته لاكتشاف مواهب جديدة سواء في الشعر او في الغنى ومتبني مع مجموعة اخرى من المتقفين والملحنين والموسيقين والمنتجين مجموعة من الاصوات الجديدة اللي تم اختارها بعناية وكان منهم مجموعة من الاصوات اللي كانوا معايا من اسبوعين تقريبا لو تفتكروا في الاغنية اللي كان كاتبها الاستاذ جمال وانتجتها مدينة الانتاج الاعلامي وغنها مجموعة من الشباب الاغنية اللي اسمها قوة مصر وممكن نختم لحضراتكم بيها دول مجموعة من الاصوات دي فالحقيقة دي حاجة يستحق للاستاذ جمال والمشاركين معه التحية لانه احنا عيشنا لسنوات طويلة جدا 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 فكة الكشفين عن المواهب دي اختفت على الاسف وانا حقتم مع الاستاذ جمال بجملة كنا مدردش بيها في الفاصل قبل ما نطلع على الهواء الاستاذ جمال كان بيقول لي هو احنا ليه ما عندناش نجوم في المجالات المختلفة طب عدي لي عشرة في مجال الكذا فاتفقنا انا وهو ان عندنا مشكلة ان احنا نعد عشرة في اي حاجة صحيح اختر اي مجال كده وانت مغمض وعد فيه عشر نجوم لامعة انت عارفهم يعني محمد صلاح واحد بالضبط واخبالك يجيب عديد فترة طويلة مثلا تريزيجي او يعني ما عندناش عشر لعينة كورة مش تعرف تكملهم عشرة على مستوى العالم ليه ما يبقاش عندنا يعني عشرة زي محمد مش اقول مية صح عشرة زي محمد صلاح قل لي عشر علماء الشعب احافظهم مثلا قل لي عشر فلاسفة العشر اه اه انا اسف قل لي عشر شعراء الشعب احافظهم مثلا حيقول لستاذ جمال واتنين تلاتة وحيوقف حيهنج بعد كده يبقى احنا عندنا مشكلة ان احنا نكتشف فاللي بيعمله اسف جمال وغيره يجب انه يستمر ويعمم علشان مصر ولا ده بس محتاجين اللي ماسك الكشاف صحيح وينور عليه وينلقى عليهم صح انت نورتني وشرفتني اسف جمال الله يخليك ثامر بس لنا بقى عدة ثانية بقى نتكلم فيها شعر وغنى وفن وموسيقى ان شاء الله اسلام لي وانا دايما بستمتع بيك وستمتع بانتاجك الشعري الله يخليك وستمتع بالحوارات معا الله يخليك يا ثامر الله يخليك وسعيد جدا بهذا اللقاء شكرا جزيلا يا سيد جمال